السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنان العزاء طالبات وطالبات الصف الثالث قسم تركيبات ومعدات كهربية أهلا وسهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في برنامج في بيتنا مدرسة نهاردة إن شاء الله موضوعنا في مادة التخطيط ومراجع على مادة التخطيط برضو هنبدأ مادة التخطيط بجزء المعيسات في الأول زي ما اتعودنا أنه الباب الخامس والسادس هو بداية منهجنا في مادة التخطيط وإدارة الانتاج نهاردة إن شاء الله حلقتنا هتبقى مراجعة على مادة التخطيط حلقة خاصة لأولادنا اللي لم يحلفهم الحظ في تحقيق النجاح من أول مرة في الدور الأول وكتب لهم الله عز وجل أنه يبقى ليهم دور تاني احنا معاكم وسلسلة حلقاتنا وحلقات المراجعة اللي احنا بنكملها معاكم عملنا حلقات مراجعة خاصة بمادة التركيبات برضو موجودة على قناتنا على اليوتيوب مستمرين معاكم ومنتظرين تساؤلاتكم وهنرد عليها إن شاء الله نهاردة برضو حلقتنا في مادة التخطيط وإدارة الانتاج برضو لما تنزل الحلقة وتتفرج عليها أنا عاوزك وانت بتتفرج عليها كده يبقى معاك ورقة وقلم وتدون كل الحاجات اللي هي ممكن تكون غريبة عنك أو انت ما خدتش بالك منها ممكن تكون الجزئية دي هي السبب في انك ما حققتش الضارة الكاملة في المادة وتسببت في انك يبقى معاك دور تاني في المادة إحنا معاك ونبدأ مع بعض حلقتنا ونبدأ مع المؤيسات اللي موجودة عندنا في حل المؤيسات لازم ناخد بالنا من جزئيات معينة هي إيه؟ نقرأ المؤيسة في الأول نقراها كويس مرة واثنين طلع البيانات بتاعتك كويس العناصر والرموز بتاعتك لابد ان انت تبقى عرفها القوانين لازم تبقى حافظها طريقة التعويض بتاعتك واستخدامك للآلة الحزبة لابد ان هو يكون يستخدم صحيح للآلة الحزبة زي ما شفنا فيه مسائل بتبقى بسيطة أو مؤيسات بسيطة أوي وفي مادة التركيبات يعني سؤال مثلا من قانون واحد فكان طريقة استخدامك للآلة ممكن تضيع الناتج النهائي وتضيع منك الدرجة كاملة في السؤال نهاردة ان شاء الله نبدأ مع بعض اول مؤيسة معانا وهي مؤيسة الفيلا زي ما احنا بنبقى مسميين مؤيسات اللي معانا مؤيسة الفيلا مؤيسة شقة صغيرة مؤيسة ورشة كهربية في مؤيسة تانية خاصة بمد الكبل كل مؤيسة بتبقى متسمية باسم العملية اللي هتقوم بيها تعالوا نشوف مع بعض كده اول مؤيسة معانا وبيتقول لنا ايه اول حاجة معانا المؤيسة بتقول المطلوب حساب التكاليف بعمل مؤيسة تقديرية لمادة اسلاك هوائية لخط سلاسي الاوجه 220 و 380 فولت من عمود التغذية على بعد 4 متر لتغذية فيلا سكنية يعني هو هنا عاوز يمد تغذية من عمود في الشارع لحد الفيلا السكنية الفيلا السكنية فيها احمال بتشتغل 220 وفيها احمال بتشتغل على 380 فولت المسافة بين العمود والفيلا او بين اقرب منبع تغذية او مصدر تغذية هرز منه 4 متر تعالوا نشوف الفيلا فيها احمال ايه الفيلا بها الاحمال المنزلية التالية رقم واحد ونركز قوي وانت بتشوف الاحمال وانواع الاحمال اللي موجودة عندك لانه ممكن يقولك ان هي احمالها 220 فولت فقط وممكن يقولك انه لو ورشة سكنية هيبقى 83 وبرضو هيبقى فيها 220 فخد بالك الاحمال وانواعها اللي موجودة عندك ايه علشان وانت بتحسب القدرة بتاعتها والطيار احمال انارة رقم واحد الاحمال النوع الاول من الاحمال احمال انارة تقدر بتلاتة كيلو واط بجهد خمسين هرت بجهد امتين وعشرين تردده خمسين هرت موزع على السلاسة او طيب النوع التاني من الاحمال احمال قوة موزع بقى ايه اجهزة تكييف وسخنات ومحرك رفع مياه نترون مياه يعني تقدر بستة كيلو واط بجهد برضو 380 فولت وتردده خمسين هرت معامل القدرة لاحمال الانارة تمنمية معامل القدرة لاحمال الانارة والقوة 85 من 100 تأخر والكسافة التيارية اللي هي بنسميها اس او بنرمز لها بالرمز اس اتنين امبير لكل ملي متر مربع تمام والاسلاك المستخدمة نحاس احمر مجدول وكان معامل ارتفاع ضارة حرارة الوسط المحيط خد بالك بقى هنا حيديني المعاملات علشان ايه هو مش ميديني هنا معامل التصحيح واخد بالك ان معامل التصحيح هنا بيساوي مجموعة 3 معاملات اللي هيدهم لك هنا نكمل وكان معامل ارتفاع ضارة حرارة الوسط المحيط 95 من 100 ومعامل تجميع الموصلات معا في مكان مغلق داخل الفيلا اللي هو رمزه الـ ده بيبقى 85 من 100 ومعامل التعرض لزيادة لطيار زائد أو لطيار الزائد لمدة طويلة اللي هو الـ ده بيبقى 80 من 100 أو 8 من 10 وكان سمن جميع الخامات اللازمة هنا بقى دخلنا في جزئتين يعني كل الجزء اللي فات بالمعاملات بالكسافة التيارية بمعامل القدرة بالأحمال ده الشق الكهرابي اللي احنا محتاجينه للمؤيسة تمام يبقى المؤيسة عندي بتنقسم لجزئين الجزء الأول بيبقى خاص بالجزء الكهرابي أو المعاملات المعامل التصحيح وأجزاؤه والكسافة التيارية والأحمال والجهد اللي شغال عليها والتردد بتاعها وقدرتها قدية الجزء التاني نكمله مع بعض وكانت من الخامات اللازمة 2250 جنيه وأن العمل تم في خلال يوم عمل يعني في يوم واحد لكل من العامل الماهر والعامل المساعد يبقى أنا كده فهمت منه أن أنا عندي نوعين من العمالة في عامل ماهر وعامل مساعد تمام طب أجر كل واحد منهم قال لي أن أجر العامل الماهر اليومي 35 جنيه وأجر العامل المساعد اليومي يعني في اليوم برضو 14 جنيه والمصاريف الغير مباشرة تقدر على أساس دي نقطة مهمة أوي أركز فيها لأنه هيقول لي نسبة من إيه والمصاريف الغير مباشرة تقدر على أساس 150% من أجر العمال لازم أخد بالي علشان نهاية المؤيسة هل هو هيقول لي من التكاليف الأولية ولا من أجر العمال تمام طيب والربح 10% من تكاليف الإنتاج وضريبة المبيعات 10% من التكاليف الكلية تمام تعالي نشوف الشكل اللي هو من دهولي تاني مديني شكل الفيلا وبيقول لي أنه أنا المسافة بين أقرب مصدر لتغزية الفيلا اللي هو العمود الأولاني اللي قدام الفيلا على طول المسافة بين العمود وبين الفيلا كان قايل لي كام 4 متر تمام كده كان قايل لي 4 متر طيب تعالي نشوف هنبدأ الحل بتاعنا ازاي نركز كده مع بعض وورا وقلم واشتغل معانا علشان العملية تبقى يعني ما تحسش أنها صعبة أول حاجة نبص كده مع بعض ونأكد إحنا هنبدأ حساباتنا ازاي في أي مؤيسة بيطلب منك مساحة مقطع كابل بيطلب منك طول الكابلات بيطلب منك أجور عمال بيطلب منك المتطلبات دي كلها هو بيعمل إيه أنت أول حاجة بتعملها بتحسب الطيارة الكلي للدائرة وبعد الطيارة الكلي للدائرة بتحسب الكسافة التيارية للدائرة تمام أو الأحمال اللي عندك كلها أو المنشأة اللي أنت بتشتغل عليها تمام كده بعد ما جبنا الطيارة الكلي للدائرة جبنا الكسافة التيارية للدائرة ونخش نحسب مين مساحة مقطع الكابل أو المواصل بعد ما حسبنا مساحة مقطع الكابل اول موصل احنا بنعمل ايه تاني بنشوف اقرب في الجدول بقى جدول مساحة المقطع بنقرب لأعلى او بنطلع لفوق بمساحة المقطع اللي انت حسبتها بتطلع للأعلى منها بما يتناسب مع قيم اللي موجودة في الجدول تمام بعد كده انت قلت ان انت هتستخدم مساحة مقطع كذا جبت مساحة المقطع مقربة للجدول بتبدأ تعمل ايه بتبدأ تحسب طول السلك اللي انت هتحتاجه او الموصل او الكابل اللي انت هتحتاجه تمام طيب تعال نشوف اول حاجة احنا هنعملها ايه اول حاجة افتكر انه هو قالك في المسألة او في المؤيسة ان انت عندك نوعين من الاحماد طب النوعين الاحماد دول انت هتعمل ايه هتحسب طيار لأحمال الانارة انت نوعين الانارة اللي كانوا عندك كانوا ايه احمال انارة واحمال قوة تمام في أحمال هتشتغل على الـ 220 وفي أحمال هتشتغل على الـ 380 هتعمل إيه؟ هتحسب الطيار لكل حمل منهم هتحسب الطيار لكل حمل منهم تعال نشوف مع بعض كده أول حاجة هنقولها إيه؟ أول خطوة هنعملها اللي هي حساب شدة طيار أحمال الإنارة وليكن مثلا هنسميها I-1 تمام؟ نقول القانون كان بيبع عندي إيه؟ كان عندي قانون القدرة اللي هو الـ B بتساوي الـ V في الـ I اللي هو الـ I-1 اللي أنا محتاجه فيه كوزين فاي تمام؟ لأنه اشتغل هنا على أحمال الإنارة طيب تعال نعوض أنا محتاج مين؟ أنا محتاج الـ I-1 تمام كده؟ الـ I-1 لو قلنا بقى البعيد على الأجيب هيطلع لي القانون بالشكل ده الـ I-1 هتبقى الـ B على الـ V فيه كوزين فاي تمام؟ طيب تعال عوض عنها هتلاقي إنه طلعت كان قال لي إن أحمال الإنارة 3000 أو كان قال لي إن هي 3 كيلو واط تمام؟ علشان كده عملت إيه؟ ضربتها في الألف يبقى 3 في ألف لأن هي كانت بالكيلو 3 كيلو واط على 200 في 85% اللي هي معامل القدرة أو اللي هي كوزين فاي خلصتها على الآلة طلعت لي 16.4% أمبير وخد بالك لابد إنك عملية استخدامك للآلة تكون صحيحة ولابد إنك التمييز اللي موجود في الآخر ده يتكتب مظبوط أنت بتحسب شد الطيار فيبقى وحدة قياسه الأمبير تمام؟ يبقى أنا كده عملت إيه؟ حسبت قيمة طيار أحمال الإنارة اللي هو الآي واحد طيب تعال نحسب أحمال القوة يبقى حساب شد الطيار أحمال القوة هنرمز له بالرمز آي 2 من نفس القانون ولكن هنا احنا بنتكلم جزر 3 علشان مين؟ علشان احنا بنشتغل على هنا سلاسي الأوج يبقى أنا عايز مين؟ الآي 2 الآي 2 هنا يبقى برضو البعيد على القريب يبقى القانون بقى معايا بالشكل ده الآي 2 هتبقى البي على البي هنا جزر 3 في كوزين فاي هنا عوضنا كانت بستة كيلو واط برضو ضربنا الستة في الألف علشان نفك الكيلو وهنا بقت الستة لاف على جزر 3 في 380 اللي هو جهد السلاسي الأوجه في 85 من 100 اللي هو الكوزين فاي معامل القدرة يبقى أنا كده حسبت الآي 2 اللي هو طيار أحمال القوة طلع معايا بعشرة 73 من 100 أمبير طيب لوقتي أنا حسبت طيار الإنارة دوار الإنارة وطيار دايرة القوة تمام يبقى أنا محتاج أحسب الطيار الكلي اللي هيبقى ماشي في الفيلا كلها يبقى حسب شدة طيار الكلي اللي هو الـ إن طيب هيبقى الإي واحد زائد إي 2 الإي واحد كانت بكام والإي 2 كانت بكام الإي واحد كانت بستاشر واربعة من مية زائد عشرة 73 من مية دي اللي هي كانت الإي 2 هيطلع معايا بـ 26 و 77 أمبير كده أنا حسبت الطيار الكلي في الدير طيب الخطوة اللي بعد كده زي ما قلنا خطواتنا اللي احنا هنشتغل بيها حساب معامل التصحيح طيب هل في كل المؤيسات أنا محتاج أحسب معامل التصحيح لا مش في كل المؤيسات لأنه ممكن يجي في مؤيسة يقول لك إنه علما بأن معامل التصحيح قمته كذا مثلا 96 من 100 92 من 100 95 من 100 تمام فلو مدلكش القيمة دي وممكن بقى يجي بالشكل التاني زي ما دانا في المؤيسة دي مدينا كمية المعاملات أو الثلاث معاملات اللي هم المعروفين الـ CA والـ CG والـ CI اللي هي معاملات الحرارة ومعاملات الأسلاك المتجاورة ومعامل الطيار الزائد ده نيجي بقى نعمل إن إحنا نحسب مجموع أو محصلة مجموع الثلاث معاملات يديني معامل التصحيح اللي هو الـ CF هتبقى قيمته 646 من 1000 تمام يبقى هنا معامل التصحيح 646 من 1000 طيب بعد كده بعد كده زي ما قلنا في خطواتنا برضو إن إحنا يعني خلينا ماشيين بالخطوات مظبوط لأن الخطوات ما بتتغيرش ومتصعبش الدنيا على نفسك أنت بتحسب الطيار كلي وبعدين تحسب لو مدي لك معامل التصحيح تمام مش مدهولك ومدي لك المعاملات بتجمع كل المعاملات وبتكون هي معامل التصحيح اللي هو الـ CF طيب حساب السعة التيارية اللي هي الـ IZ الـ IZ كان بيساوي إيه القانون بتاعه IN اللي أنت جبته اللي هو الطيار كلي على الـ CF اللي هو معامل التصحيح طيب نعوض عنه الـ 26 و 77 من 100 على 646 هيطلع معايا بـ 41 و 43 من 100 أمبير ده اللي هو السعة التيارية تمام كده طيب جبنا الـ IZ اللي هي السعة التيارية يبقى فاضل عندك أن أنت هتحسب مساحة المقطع ركز معنا في الخطوات الخطوات سابتة خطوات واحدة يعني لو رتبت أنت خطواتك واحد اتنين تلاتة كده هتلاقي كل الخطوات دي هي اللي مشي معاك في المؤيسات طيب تعال نحسب مساحة المقطع مساحة المقطع هنا بتساوي إيه اللي هي رمزها إيه رمزها إيه سمول هنلاقي إن مساحة المقطع بتساوي الـ IZ اللي هي السعة التيارية على الكسافة التيارية اللي هي مين الـ S تمام طيب يعني 41 و 43 من 100 وكم الديني كسافة التيارية كم الدهالي بإيه بقى بـ 2 من 10 تمام بـ 2 صحيح كم الدهالي بـ 2 صحيح يعني الرقم اللي هيطلعلي 27 من 10 ملي متر مربع خد بالك مساحة المقطع دائما إنها تطلع بملي متر مربع وحدة التمييز بتاعها أو وحدة القياس بتاعتها ملي متر مربع تمام ما ينفعش أقول ملي متر ما ينفعش أقول متر تمام لابد أن هي تبقى ملي متر مربع أنت بتتكلم عن اللي هي قطر الموصل أو مساحة مقطع الموصل اللي موجود اللي أنت هتستخدمه سواء سلك عادي أو يعني الأسلاك الصغيرة أو الكابلات تمام لابد أن هي تبقى بالملي متر مربع طيب هي طلعت بـ 27 من 10 هل أنا هشتغل على الرقم اللي طلع لا ما ينفعش أشتغل على الرقم اللي طلع طب ليه نقول كده مع بعض أنه ما ينفعش الرقم اللي طلعلي في مساحة المقطع أن أنا أشتغل عليه وأشتغل أخذ الرقم ده وأبني مؤيستي أو أكمل المؤيس عليه ليه بقى لأنه أنا عندي بعد كده ممكن يبقى فيه توسعات مستقبلية ممكن بعد كده أن أنا الأحمال دي عندي تزيد ممكن بعد كده أنه أحمال الإنارة أزود مجموعة من اللمبات أزود خط بريز أو مآخز ممكن الأحمال اللي هي السلسية الأوجه الأحمال تزيد عليها تحسبا لأي وضع أو أي توسعات مستقبلية أنه أنا بختار مساحة مقطع أعلى من من خلال الجدول أعلى من المساحة اللي طلعت بختارها من الجدول هنا جدول المساحة هنختار من هنختار مساحة مقطع أعلى من هذه المساحة هنختار من الجدول كام يا جماعة 25 اللي هي الأعلى من 20 و 7 من 10 على طول هنختار 25 ملي متر ليه اختارنا 25 قلنا علشان بنعمل حساب التوسعات المستقبلية او الاحمال لما تزيد بيبقى عندي السلك معايا يشتغل او يستحمل او الكابل والموصل اللي انا اخترته وجبت هشتغل به يستحمل معايا التوسعات المستقبلية والاحمال اللي هتزيد بعد كده طيب كده اختارنا مساحة المقطع طب انا عايز احسب طول السلك طول السلك هنا انا هسيبه ازاي هنا هيبقى طول السلك اللي موجود عندي طبعا انا بشتغل على كابل سلاسي الاوجو فطبيعي ان الكابل اللي جاي لسلاسي الاوجو هيبقى 3 اطراف كهرباء حاملين للطيار وفيه فردة الارض علشان كده بنقول ايه اربعة في المسافة بين اقرب بصدر للتغزية اللي هو العمود اللي كان برا الفيلا تمام العمود اللي في الشارع يبقى أربعة في المسافة بين الفيلا وأقرب عمود طب هو كان المسافة بين الفيلا وأقرب عمود كان ق��� ان المسافة كام كان مديهالي على الرسمة في الشكل وكان مديهالي في الهد بتاع المؤسة قال ان المسافة دي أربعة متر يبقى انا کده اقدر احسب انا هستخدم الموصل طولو كام تمام يبقى انا جبت بساحة المقطع وكمان عرفت اني اقدر احسب انا هستخدم الموصل هحتاج طول الكابل قد ايه يبقى اربعة في المسافة بين البرج تمام كده والاقرب عمود للفيلة من بره اللي هو الاعمدة اللي هو هيعتبر مصدر التغذية اللي جاي للفيلة من بره تمام قلنا اربعة ليه لان هحتاج اربع اطراف او اربع فرد يدخلوا للفيلة اربع اطراف جايين من المصدر تلاتة كهربا تمام واللي هو الارضي طب ما فيه جوة احمال هتشتغل على المتين وعشرين هناخد لها فرد كهربا او ال ال واحد زي ما بنسمي ال واحد ال اتنين ال تلاتة والن هناخد لها مثلا ال واحد ون وندخل لها المتين وعشرين تمام كده اما الباقي اللي محتاج التلاتة والثمانين هيدخله التلاتة والثمانين كامل يبقى كده عرفنا ان طول السلك هيساوي اربعة فاربعة بستاشر يبقى كده عندي ستاشر متر سلك تمام هستخدمهم ستاشر متر سلك هستخدمه تقولي ده هي المسافة اربعة متر ما احنا قلنا بقى ان اربعة اربعة انت هتحتاج اربع اطراف تمام ادرب الاربعة في اربعة يبقى اللي هي المسافة بين الفيلا والعمود تطلع لك بستاشر متر وانت بقى وانت بتشتغل هتبدأ تقطع الموصلات او تقص الموصلات على المسافة اللي انت عاوزها تمام اللي هي الاربعة متر بقى طيب بعد كده بتيجي بقى تعمل جدول الجدول ده بتكتف فيه مواصفات او الاصناف اللي انت محتاجها كلها زي يعني زي فطورة كده انت بتحتاجها او العناصر اللي انت استخدمتها المكونات والاصناف اللي انت استخدمتها كلها في المؤيسة بتكتف فيه انك استخدمت سلك نحاس تمام كان طوله كان 16 متر وكان مساحة المقطع 25 مم مربع طيب جوية حديد بحلقة التثبيت حول العمود جوية حديد للتثبيت في الحائط عندك بص وصلة نحاس حرف تي سلك نحاس معزول نهاية مصورة بيبقصيني معقوفة كل الحاجات اللي انت استخدمتها اللي تقدر تكتبه في الجدول ده اكتبه من الحاجات دي كلها ليه لانك هتحتاج لوحة توزيع لانك هتحتاج قضيب تأريد وكمان هتحتاج مجموعة من المفاتيح عندك بقى مفاتيح اوتوماتيك او مفتاح مثلا اوتوماتيك العشرة امبير وجه واحد وعندك مفتاح اوتوماتيك سلسل اوجو 16 امبير وعندك كمان مفتاح اوتوماتيك اللي هو 26 امبير لمبات بيان هتحتاج لمبات بيان للوحة اللوحة الرئيسية ليه الفيلا هتحتاج مثلا جبس واسمانت للتثبيت شوف بقى اللي انت كل اللي انت استخدمته في المؤيسة بتاعتك او انت بتنفذ العملية التمديد لتخزية الفيلا اكتبه في الجدول ده وتيجي في الاخر هنا تقول جملة 8 الخمات اه كان قيلها لك في المؤيسة ايه بقى كان قيل لك ان هي بـ 2250 جنيه اكتب له هنا تحت جملة 8 الخمات اللي انت ادهلك في المؤيسة تمام ادي اول جدول طب الجدول التاني هنيجي هنا نبص على الجدول التاني نوع العملية بقى اللي انت محتاجة او اللي انت عملتها انت عملت ايه في الشغلانة بتاعتك او المهمة اللي انت مكلف فيها دراسة وحساب المؤيسة عملت المؤيسة تحديد اماكن خوابير العوازل على الحوائط يبقى كمان عملت حددت الاماكن اللي هدق فيها الخوابير على الحوائط اللي هي هتجيب لي هعلق فيها الكابل اللي جاي من العمود حفر اماكن جوية العوازل تثبيت الجوية في الحوائط تثبيت زراع العازل على العمود تثبيت العوازل على الجوية لو لاحظت الجدول ده هتلاقيه كل الخطوات تمام كل الخطوات اللي انت بتعملها داخل المؤيسة او داخل العملية اللي انت مكلف بيها تمام كده طيب يبقى هنا اقدر اقول انه في الجدول التاني الجدول اللي هو خاص بنوع العملية اكتب الخطوات اللي انت عملتها حسبت المؤيسة سبت اطراف العوازل على العمود سبت اطراف حددت مكان تثبيت العوازل او اطراف تثبيت العوازل على جدران الفيلا تمام كده بدأت اثبت العوازل على جدران الفيلا كمان اقولت ان انا يعني مثلا تثبيت العوازل على الجويد ابدأ اقول الخطوات اللي انا عملتها هو مين اللي عمل علشان نشوف الرقم اللي هنكتبه ما هو كل جدول بيكتب له رقم احنا دلوقتي عايزين نشوف الرقم اللي هيتكتب في نهاية الجدول ده مين اللي عمل الشغل ده مش انت العمل الماهر والعمل المساعد اللي معك تمام يبقى هاجي في نهاية الجدول اكتب له 49 جنيه لانه كان قال لي 35 العمل الماهر 35 جنيه في اليوم والعمل المساعد 14 جنيه في اليوم تمام يبقى اجمالي اجرهم كان 49 جنيه هحطهم فين في نهاية الجدول ده يبقى انا كده عملت الجدولين اللي كله فاكر يعني ولادنا وهم بيشتغلوا في المؤيسات وفي الامتحان بيبقى فاكر ان الجدولين دول الموضوع صعب يعني عليه لا ده هي الخطوات واحد بيتكلم عن الخطوات اللي انت هتعملها وانهايته حطله مين اجمالي المبلغ اللي هيتعامل به او اللي هيتحاسب به العامل الماهر والعامل المساعد اللي هو اجمال الاجوء تمام الجدول الاولاني كان خاص بالمكونات والعناصر اللي انت استخدمتها قل له استخدمت ايه كل اللي انت متخيل انك هتستخدمه اكتبه في الجدول ده وفي نهايته حطله ايه اجمالي الخمات اجمالي تمن الخمات اللي هو كان مدهولك في المؤيسة اللي هو كان 2250 يبقى كده الجدولين احنا مش مستصعبينه كده الجدولين ورؤية وضعت فيهم نقدر نشتغلهم ونقدر نحل المؤيسة كاملة يعني انه كل حاجة بتعملها انت بتاخد عليها الدرجة كاملة تمام او درجتك بتقرب من الكمال تمام كده تعال نشوف بعد كده انا لسه ما حسبتش التكلفة الكلية للمؤيسة ما انا عايز احسب التكلفة الكلية الارباح بقى والمصاريف الغير مباشرة وتكاليف اولية واجمالي اجور وتمن خمات واحسب الكلام ده كله وطلع تكلفة نهائية والضريبة قد ايه وكلام من ده احسب الكلام ده تمام اول حاجة اخش عليها بعد كده اللي هي حساب الاجور حساب الاجور احنا خلاص شبه عرفناه بقى 49 جنيه بس لازم تعمل الخطوطين دول اللي هم ايه تعالوا بص مع بعض حساب الاجور حساب الاجور هنا اول حاجة هتقوله اه انا عندي اجر العامل الماهر في اليوم 35 جنيه يبقى واحد في 35 هي الشغلانة هتاخد يوم او المهمة دي هتاخد يوم واحد يبقى هعمل ايه واحد في 35 هيطلع لي ب 35 جنيه طب 달 عامل المساعد اجر العامل المساعد واحد في 14 لان اجر العامل في اليوم 14 جنيه العامل المساعد يبقى 14 جنيه إجمع الاتنين إجمال الأجور هيديني أجر العامل الماهر والعامل المساعد يبقى موجود عندي 49 جنيه مش هو ده الرقم اللي احنا قلناه في جدول المهام أو العملية اللي احنا هنحسبها والخطوات بتاع التشغيل اللي هو الجدول التاني هل كان هو 49 جنيه تمام كده طيب حسبنا الأجور بقى عندي إجمال الأجور وبقى عندي إجمال الخامات من دهولي في المسألة 2250 جنيه نخش على الخطوة الأهم والنهائية اللي هتقفل لي الجدول أو تقفل لي المؤيسة بتاعتي بنعمل جدول تكاليف زي دوت عبارة عن إيه مسلسل بيان الصرف والتكلفة جنيه وقرش وملاحظات طيب طبعا بنيجي في بيان الصرف بنكتب العناصر اللي موجودة قدامنا دي بالترتيب ما ينفعش حاجة قبل حاجة بيبدأ بتمن الخامات أجور العمال تكاليف أولية المصاريف الغير مباشرة تكاليف الإنتاج الأرباح تكلفة كلية ضريبة المبيعات وبعدين التكلفة النهائية تمام كده؟ طيب أنا هنا كتبت البيان بتاع الصرف كله بقي قصات كل حاجة بقى في الجنيه وقرش هنا في التكلفة في العمود بتاع التكلفة واكتب تكلفة كل واحد تمن الخامات كان قيل لك كان في المؤيسة ترجع على طول تبص لمؤرستك ورقة الأسئلة بتاعتك أو البيانات اللي انت طلعتها في ورقة الإجابة على طول هتلاقيه كان قيل لك 2250 جنيه تمام؟ كان قيل أنه تمن الخامات أو إجمال الخامات اللي انت هتشتريها وهتحتاجها 2250 تمام كده؟ طيب أجور العمال آه ده أنا كان عندي أجر العامل الماهر كان 35 جنيه وأجر العامل المساعد حسبناهم كان 14 جنيه حسبنا اللي اتنين جمعناهم طلعت معايا 49 جنيه يبقى أجر العامل أو أجور العمال 49 جنيه تمام كده؟ التكاليف الكلية بص بقى هتلاقيني عاملك سهم صغير كده بيقولك أنه اجمع اللي اتنين اللي فوق يدي لك اللي تحتيها على طول أنا بسهلك أنا بحاول أبسط لك الأمور يعني إيه؟ لو جمعنا 8 الخمات بزائد أجور العمال يقوم يدي لك مين؟ تمام كده يديني التكاليف الأولية 299 جنيه تمام كده؟ يبقى هنجمع 8 الخمات وأجور العمال يقوم يديني التكاليف الأولية طيب المصاريف الغير مباشرة المصاريف الغير مباشرة دي فاكر لما قلت لك وانت بتقرى المؤيسة خد بالك وهو بيقول لك المصاريف الغير مباشرة هي نسبة من مين؟ خد بالك من دي بقى يقل لك نسبة من أجور العمال يقوم يقول لك نسبة من التكاليف الأولية دي لازم تاخد بالك منها طيب قال لك إيه؟ قال لي إنه المصاريف الغير مباشرة عبارة بص بقى على خانت الملاحظات كده هتلاقيني كاتب إيه؟ وين تكتب الكلام ده؟ انت تكتب الكلام ده عشان تبقى فاهم انت بتعمل إيه؟ عشان اللي بيصحح أو اللي بيقيم إجابتك يبقى فاهم انت عارف يعني واخد باله انت بتقوله هو كان في المؤرسة أليلي 150% من أجور العمال تمام؟ يبقى هنا كتبنا في الملاحظات إنه المصاريف الغير مباشرة 150% من أجور العمال طيب كام؟ أجور العمال كانت 49 جنيه اضرابها في 150% هتبقى معاك 73 جنيه ونص تمام كده؟ طيب تكلفة الانتاج ها؟ نرجع بقى نعمل إيه؟ بص السهم اللي هيطلع علينا ده بيقول لي إيه؟ اجمع اللي اتنين دول ما تحترش واخد بالك ما تحترش انت يعني تقول إيه؟ تكلفة الانتاج هجبها منين؟ لا احنا قلنا التكلفة الأولية هي عبارة عن ثمن الخامات وأجور العمال طيب المصاريف الغير مباشرة نسبة من أجور العمال طيب التكلفة الانتاج هتبقى مجموع التكلفة الأولية والمصاريف الغير مباشرة يبقى تاني بص كده لو قلنا تكلفة الانتاج بص للسهم اللي هيطلع هيقول لك إيه؟ اجمع اللي اتنين دول مع بعض تمام؟ لما تجمع اللي اتنين دول مع بعض يدي لك تكلفة الانتاج 2372 جنيه ونص تمام؟ طيب الأرباح الأرباح قال لك إيه في المؤيسة؟ قال لي بص أنا روح تكاتبها فين؟ على طول وأنا بحل على طول روح تكاتبها في الملاحظات خد بالك يا مستر ياللي بتصحح إجابتي العشرة إن الأرباح عبارة عن 10% من مين؟ خد بالك من مين؟ انت كاليف الانتاج تكلفة الانتاج مش هي دي؟ 2372 ونص أيوة يبقى الأرباح 10% منها تطلع معايا بكام؟ ب237 و25 من مية أو 237 جنيه وربا تمام؟ طيب التكلفة الكلية خلاص حفظنا بقى هنعمل إيه؟ صح كده؟ عرفنا إنه التكلفة الكلية هي مجموعة تكلفة الانتاج والأرباح يبقى لو بصنا على السهم اللي هيطلع ده خد بالك أنت مش هتعمل السهم ده في الامتحان هو هتعمل السهم ده في الكراسة أنا بقول لك أنت هتعمل إيه؟ الخطوة اللي أنت هتعملها إيه؟ هو وأنا بقيم ورقتك وكراستك أنا عارف إن أنت جمعت اللي اتنين اللي فوق لكن أنا وإنت شغالين مع بعض دلوقتي وإنت قاعد بتتفرج علي وتسمع كده مني لازم أقول لك أنه خد بالك لو جمعت اللي اتنين دول هيدو لك مين؟ تكلفة الكلية يبقى السهم هنا بيقول لي اجمع تكلفة الانتاج مع الأرباح يقوم يديني مين؟ التكلفة الكلية جمعناهم لقيتوا بقول لي أن التكلفة الكلية ألفين ستمية وتسعة جنيه خمسة وسبعين إرش تمام كده؟ طب ضربت المبعات يا مستر ضربت المبعات قال لك في المؤيسة كام؟ أروح على طول على الملاحظات بص عشرة في المية تمام؟ عشرة في المية من مين؟ من التكلفة الكلية صح كده؟ طيب يبقى عشرة في المية من التكلفة الكلية يطلع معاه كام؟ بيتين وستين جنيه سبعة وتسعين إرش خلاص كده؟ طيب وصلنا لنهاية الجدوى البتاعي اللي هو آخر رقم هيطلع في المؤيسة اللي هو التكلفة النهائية لأنه كان في الأول خالص بقول لي مطلوب حساب التكلفة النهائية لمد كابل تغذية لفيلة صح كده؟ يبقى أنا هاجي هنا في التكلفة النهائية هعمل إيه؟ على طول هاجي في التكلفة النهائية وقول له بص السهم اللي هيطلع لك ده كمان بيقول لك إيه؟ إيه جمع الاتنين 75 إرش زائد 267 إرش يطلع للمجموع بتاعي 2870 جنيه و 72 إرش يبقى ده كده رقم التكلفة النهائية اللي موجود عندي تمام؟ طيب يبقى أنا كده قدرت أوصل للرقم النهائي بتاعي اللي هو التكلفة النهائية طيب إحنا دلوقتي خطوات المؤيسة إيه؟ طيب نشوف خطوات المؤيسة أول حاجة اقرأ مؤيستك كويس تمام؟ طلع بيانتك مزبوط حدد البيانات اللي موجودة حدد الجزء بتاع الجزء الكهرابي اللي هو الجزء الأولاني وبعدين ابدأ بالجزء وبعدين بص كويس على الجزء الخاص بالأجور وأجور العمال والمصاريف اللي غير مباشرة الجزء الخاص بالتكاليف في النهاية تمام؟ أول خطوة هتحسب القدرة بتاعت الدايرة طب هو مدين قدرة في المؤيسة تمام؟ يبقى مطلوب منك أول خطوة هتحسب طيار الدايرة تمام؟ اللي هو ال-IN طب هنا كان قيل لي أحمال إنارة وأحمال قوة أي مؤيسة هيقولك فيها أحمال إنارة وأحمال قوة احسب طيار الإنارة الوحده وطيار دائرة القوة الوحده واجمع الطيارين اللي هو I-N بيسوي I-1 زياد I-2 جبنا ال-IN اللي هو مين؟ طيار الدايرة كلها تمام؟ بعد كده خش على مين؟ على السعة التيارية ال-IZ احسبوا حسبنا ال-IZ يبقى بعد كده موجودة ال-IZ عندي IN على ال-CF وقلنا ال-CF بيديو لك في المؤيسة طب ما تدهوليش في المؤيسة رهيديلك مجموعة معاملات يعني معامل التصحيح اللي هو ال-CF ما تدهولكش في المؤيسة بيديلك مجموعة معاملات مجموعة المعاملات تجمعها يبقى هي مجموعة مين؟ ال-CF اللي هو معامل التصحيح يبقى حسبة ال-IZ ال-IN على ال-CF بعد كده تخش على مين؟ تدخل على مساحة المقطع I-Z على S اللي هي الكسافة التيارية تمام؟ طيب حسبنا مساحة المقطع بطلع على طول بختار من الجدول المساحة المقطع الأعلى منها ليه قلنا؟ علشان التوسعات المستقبلية اللي ممكن تحصل معايا في المؤيسة تمام؟ أو في الفيلا بعد كده أو في المنشأة اللي أنا بمدي لها التغذية سواء شأة فيلا ورشة بمدي كابل التوسعات المستقبلية اللي ممكن تبقى موجودة في الشغل اللي هتعمله بعد كده زودت مجموعة لمبات مجموعة برائز أجهزة زادت في الفيلا كل ببقى عامل حسابي إن السلك أو الموصل اللي أنا مدخله للفيلا ده يستحمل الطيار الزايد أو الأحمال الزايدة اللي موجودة حسبنا مساحة المقطع بحسب طول طول الكابل أو الموصل اللي هستخدمه تمام؟ طيب خلصنا الجزء ده قلنا مساحة المقطع جبناها وحسبنا طول الموصل ببدأ أدخل على الجداول قلنا جدول للأصناف اكتب فيه كل الحاجات اللي انت احتجتها واستخدمتها بما فيهم الجمل والأسمنت وجبس كل اللي انت محتاجه تمام كده؟ وحط في نهاية الجدول تحت إجمال التكاليف اللي هو إجمالي تمن الخامات اللي كان مدهولك تمام كده؟ طيب الجدول التاني اللي هو جدول المهمة أو جدول العملية هتكتب فيه خطواتك اللي انت اشتغلت بيها وحط تحت مين اللي اشتغل؟ العامل الماهر والعمل المساعد صح كده؟ هتحط مين؟ إجمالي أجورهم اللي هو أجر العامل الماهر وأجر العامل المساعد جمعتهم اداني إجمالي الأجور حطرته تحت في الجدول يبقى كده الجدولين اللي كانوا بيخدونا الموضوع بقى سهل منهم اوه تمام طيب نيجي بعد كده نحسب الاجور اجري العامل الماهر انا هشتغل في كام يوم في يوم صح كده اجري العامل الماهر يوم في اجره 35 بقى 35 جنيه والله هشتغل يومين يبقى 2 في 35 اشتغل 3 ايام الثلاثة في 35 تمام كده المهم اخد بالي انا هشتغل كام يوم وابدأ اشتغل عليه خلاص كده طيب جمعت اجور العامل اجمالي الاجور ببدأ ادخل على الجدول النهائي اللي احنا اشتغلنا عليه واخد بالك انه الاسهم اللي طلع الدين انت مش مطالب تعملها ولكن انا بقولك انك هتشتغل ازاي خطوتك اللي بعد كده هتبقى ايه تمام كده طيب دي كده مؤيسة من المؤيسات في الباب السادس وعايزين نرجع بسرعة على جزء نظري نشوفه مع بعض ونتكلم كده في الاسئلة اللي بتجلنا التعريفات الاسئلة المقالية اسئلة صحة وغلط اسئلة اكمل نشوف بعض الاجزاء منها كده ويعني طبعا مش هو ده كل المنهج احنا براجع مع بعض انت مهمتك اكتب الاسئلة جاوب معايا واحنا شغالين دلوقتي وشوف نفسك اختبر نفسك قدرت تحصل معلومتك ولا لأ يعني حاول بقدر الامكان انك وانت داخل على الامتحان كده تكون فيه جزء من الثقة زاد اكتر من اللي انت كنت تداخل به علشان ربنا بإذن الله يعني بإذن واحد احد كده تقدر تحصل عدارة كاملة وتعوض الموقف اللي حصل طيب ما هو المقصود بقانون العمل وبين غايته قانون العمل ده احنا عارفين انه هو علاقة بتبقى حاكمة بين العامل او صاحب العمل والعامل تمام طيب المقصود بقانون العمل ايه اللي هو القواعد الملزمة التي تنظم العلاقة الناشئة بين شخص يقوم بالعمل لحساب شخص اخر تحت ادارته او اشرافه نظير اجر معين تمام ده قانون ايه العمل طب غايته ايه الهدف منه ايه انا بعمل قانون للعمل ليه تعال نشوف مع بعض رقم واحد كفالة عمل لكل مواطن قادر عليه يعني انه قانون العمل بيحكم لي انه او بيحط لي ضوابط حاكمة انه كل عامل او مواطن بضمن له عمل يكون اده يكون قادر عليه او قادر على تنفيذه رقم اتنين تأمين حصول العامل على حد ادنى من الاجور قانون العمل بيحدد لاجور العمال برضو رقم ثلاثة تشجيع العامل على اداء عمله بكفاءة تنظيم حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل طب تمام يعني ده كده قانون العمل وغايات او اهداف قانون العمل طيب تعالى نشوف السؤال التاني بيقول لي اكمل ما يلي وده سؤال مهم خلي بالك يعني سؤال اكمل ده اكيد موجود في الامتحان يعني دايما مادة التخطيط بيبقى فيها سؤال اكمل لابد بيبقى موجود وصحة وغلط وتوصيل اكيد بيبقى موجود نوع منهم اول سؤال بيقول من اشكال الهيكل التنظيمي للعمل عندي ايه طيب عندي تلات انواع للهيكل التنظيمية فاكرينها بربع عليكم اللي بيقول التنظيم العسكري والتنظيم الوظيفي والتنظيم العسكري الاداري تمام اكتب الاسئلة دي حلها هتلاقيها موجودة في امتحانات سابقة هتلاقي ان الامور مشت معاك مزهوطة طب رقم اتنين من تعريف قانون العمل هنعرف نحل النقطة دي واللي جاية بيقول لي ايه نقط هو كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر مقابل اجر مين بقى هه تمام الله ينور عليك اللي بيقول صاحب العمل هو شخص طبيعي او اي شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر هو واحد بيستخدم عمال يبقى مين صاحب العمل ده بكل بساطة يعني وبيديهم اجرهم يبقى اكيد صاحب العمل رقم ثلاثة نقط هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء او مقابل يعني مقابل اجر او لقاء اجر لدى صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه ده مين اركيد بيكون العامل تمام طيب السؤال اللي بعد كده تتضمن مراحل دراسة الجدوى عدة خطوات منها السؤال ده ممكن يجيلك بكذا شكل اذكر مراحل دراسة الجدوى تمام هو ممكن يقولك زي السؤال ده كده تتضمن مراحل دراسة الجدوى عدة خطوات منها نقط ونقط ونقط خلي بالك هم مش تلاتة ده هم حوالي ستة أو سبع مراحل تمام فهو هنا بيقولك اكتب تلاتة منهم ممكن يقولك بشكل تاني صح وخطأ طب هنا تتضمن مراحل دراسة الجدوى عدة خطوات منها هي ايه برافو دراسة السوق والدراسة المالية والدراسة الفانية وكمان كان عندي الدراسة ايه القانونية صح كده والدراسة البريعية اللي هي دي كان عندي كذا نوع من الدراسات حوالي ستة سبع دراسات كده او ستة سبع مراحل لتنفيذ مراحل دراسة الجدوى طيب رقم خمسة الدراسة التجارية ما هي احد المراحل دي خلي بالك الدراسة التجارية للمشروع تستهدف تحديد نقط المشروع ومعدل الربح يبقى تستهدف تحديد ايه ربحية المشروع صح كده تمام السؤال اللي بعد كده السؤال السادس الدراسة القانونية تستهدف التعرف على نقط التي تحكم عملية نقط في المشروع ها تمام دراسة السوق التي تحكم عملية البيع في المشروع طيب فترة الاسترداد للأدوات المستثمرة تساوي اجمالي ايه مقسوما على متوسط ايه تاني يبقى عندي هنا هنقول اجمالي الاستثمارات مقسوما على متوسط الربح السنوي قبل الاهلاك اللي هو قبل دخوله فيه مع عملية الاستهلاك تمام كده طيب تعال نشوف سؤال تاني صح وخطأ بقول لي هنا ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة خاطئة رقم واحد يجوز لصاحب العمل الخروج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي ها صح ولا غلط ده احنا لسه بنقول ان قانون العمل بينظم العلاقة ما بينهم يبقى السؤال ده اجابته خطأ طيب رقم اتنين تقدر التكاليف الغير مباشرة كنسبة من اجور العمال بحوالي من خمسين في المية الى مية في المية من اجور العمال ها صح ولا غطأ ها برافو عليكم خطأ لان احنا قلنا ان هي المصاريف الغير مباشرة كنسبة من اجور العمال تمام كده بحوالي من خمسين لمية لا ده احنا كنا بنقول مية وخمسين فاكرين النقطة دي كانت في المؤيسة دلوقتي طيب رقم ثلاثة الحوافز المعنوية هي تلك الحوافز التي تجبع حاجات الانسان المادية ها دي حوافز معنوية هتجبع حاجات مادية صح ولا غلط غلط لانه حوافز معنوية ما مش هتجبع يعني انت بتقول لي انا هتطلعك مصيف انا هعمل لك مثلا في وسيلة مواصلات لكن انا مزودتنيش في اجري صح كده اربعة من مميزات نظم الحوافز الاقلال من الاشراف المباشر وتركيزه على الجودة صح ولا غلط برافو صح لانه كله هيبقى محتاج ينزل يقف على مكنة في خط الانتاج علشان يطلع انتاج علشان يحصل على الحافز او يقدر يحقق الحافز بتاعه طيب بعد كده ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ها برافو صح بعد كده مراحل الجودة الجدوة مراحل دراسة الجدوة السؤال اللي احنا شفناه من شوية اللي هو تتضمن مراحل دراسة الجدوة عدة مراحل نقط ونقط ونقط صح كده مش انا قلتلك ان هي بتتكون من كذا مرحلة او كذا دراسة احنا قلنا في سؤال اكمل كان ممكن هو جبهالي بشكل اكمل هنا بقى السؤال بشكل تاني بص كده بيقولك ايه ان المراحل دي دراسة السوق والدراسة الفنية والدراسة المالية والدراسة القانونية الدراسة الادارية والدراسة البيئية والتجارية يعني الدراسة التجارية كمان تمام احنا قلنا قلتلك ساعتها انه في السؤال ده ممكن يقولك والله يجبها لك بشكل اكمل يجبها لك في صح وغلط يجبها لك فيه سؤال اذكر تمام طيب عندنا ما هي الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم التسهيلات عن دراسة الجدوى للمشروع في كذا جهة حكومية أو كذا جهة مسؤولة عن تقديم تسهيلات لدراسة الجدوى يعني أنت بتروح تقول لهم أنا عاوز أعمل مشروع فهم بيدو لك تسهيلات في عمل دراسة الجدوى إيه هي الجهات دي بقى عندي جهتين جهات حكومية وجهات غير حكومية طيب زي إيه الجهات الحكومية الجهات الحكومية عندي الهيئة العربية للتصنيع وعندي البنوك اللي هي البنوك الحكومية وهيئة الاستثمار دول ثلاث جهات حكومية بيساهلوا لي عملية دراسة الجدوى أو الحصول على دراسة الجدوى لأي مشروع أنت بتتوجه إليهم بي تمام طيب الجهات الغير حكومية زي إيه الجهات الغير حكومية عندي طبعا فيه بنوك خاصة يبقى البنوك الخاصة والمكاتب الاستشارية تمام طيب السؤال اللي بعد كده عرف الجودة الجودة يعني بتختلف من منظور لمنظور تعالوا نشوف كده مع بعض هي انتاج السلعة بصورة محققة للمواصفات التي تم اعدادها بناء على دراسة مسبقة للاحتياجات أو لاحتياجات العملاء تمام كده ده شكل أو ده تعريف للجودة عندي تعريف تاني هي مقياس نسبي وتتحقق بقبول العملاء يعني هي بتختلف من شخص الأخ الجودة دي ممكن واحد يقبل بصورة معينة والتاني ما يقبلش بالشكل ده عايز حاجة أفضل تمام هي مقياس نسبي وتتحقق بقبول العملاء والمستهلكين للمنتج أو الخدمة كأنك بالضبط انت بتشتري تلاجة فيه التلاجات كلها تبريد وتجميد أي تلاجة انت بتروح تشتريها هي عملية تبريد وتجميد فيه تلاجات بتعمل طبقة من التلج وفيه تلاجات ما بتعملش طبقة التلج اللي في أرضية الفريزر أو التلاجة في ظهر التلاجة فواحد بيقبل بالشكل ده وواحد تاني بيقبل بالشكل الأفضل أو الشكل الأخر ممكن كمان نقول هي ضرر توافق المنتج للمواصفات التي تحقق احتياجات ومتطلبات العملاء بتكلفة تتوافق مع إمكانياتهم وده بيبقى برضو لشخص الآخر إن هو حسب إمكانياته وحسب المبلغ اللي هو رايح يشتري به المنتج ده هيقبل بأني وضع هيقبل بأي شكل يعني طيب عرف مراقبة الجودة مراقبة الجودة بتختلف عن تعريف الجودة طيب إيه هي مراقبة الجودة؟ مجموعة من الأنشطة الإدارية والفنية الواجب اتباعها لتحقيق أهداف الجودة تمام؟ ده كده تعريف مراقبة الجودة طيب الفحص الفحص عندي الفحص والغرض منه يعني سؤال الفحص هنا بيقول لي عرف الفحص وما هو الغرض منه الفحص هو عملية دراسة وتحليل الانتاج الفعلي يعني إن أنا بقعد كده بقسم الفحص والمراجعة على أو قسم الجودة بيخشوا على أو بيدخلوا على خط الانتاج يفحصوا المنتجات اللي طلعت يشوفوها هل متابقة للمواصفات ولا لا بيبدأوا عملية تحليل للانتاج الفعلي كام منه يصلح مطابق للمواصفات وبنسبة كام مش مطابق للمواصفات طيب الغرض من الفحص إيه؟ التحقق من مدى متابقة المنتج للمواصفات المحددة بمعايير الجودة وكمان بيبقى عندي سؤال بشكل تاني اللي هو ما هي مميزات وعيوب الفحص بالعينة وعندي يبقى كده نقدر نقول إن الفحص نعين الفحص عندي بيبقى فحص بالعينة وفحص بنسبة 100% لو جينا هنا في السؤال ده بيقول لي ما هي مميزات وعيوب الفحص بالعينة مميزاته اقتصادي بسبب قلة عدد الوحدات المفحوصة هنا الميزة التانية يمكن عن طريقه تقدير مستوى وحدات المواد بكفاءة في وقت أسرع ممكن ترفض الدفعة كلها بدلا من إعادة الوحدات المعيبة الغير متابقة يعني أنت يحقلك أنك ترجع حسب الاتفاق طبعا يحقلك أنك ترجع الدفعة الطلبية كلها بما أنه فيها حاجات أنت لقيتها معيبة أو غير متابقة للمواصفات طبع عيوبه ايه؟ هناك مخاطرة رقم واحد وجود مخاطرة محددة ترفض لرفض دفعات مقبولة أو قبول دفعات غير مقبولة لا يفضل استخدامه في حالة فحص مواد تتعلق بنواحي الأمان يعني النقطتين في العيوب دول نقطتين العيوب دول بيقول لي أنه أنت ممكن نسبة متفق عليها بتفحص نسبة 20% من العينة فال20% دول طلعوا الحظ طلعوا كلهم سلام مطابقين للمواصفات في حين أن باقي الطلبية أو باقي المنتجات في أكتر من نصها غير مطابق للمواصفات فبالتالي الطلبية تقبلت رغم أن كان في عيوب موجودة في الطلبية أدي مخاطرة المخاطرة الثانية أن أنت النسبة اللي جيت فحصتها 20% 30% النسبة المتفق عليها فلما جيت تفحص طلعت الجزء اللي أنت فحصته فيه جزء معيب رغم أن بقيت الطلبية سليم برضو أدي ريسك موجود أو نوع من المخاطرة موجود تمام كده يبقى ده عيب في الفحص بالعينة طيب إيه كمان من عيوب الفحص بالعينة في النقطة الثانية قال لي أنه ما ينفعش أستخدم فحص بالعينة مع المنتجات التي تتعلق بالسلامة المهنية وأمان العاملين أو الأمان زي مثلا بحركات الطائرات أي حاجة بتتعلق بالطائرات الأحزمة الوير بتاع الأوناش أحزمة الأفراد الأشخاص اللي هم بيطلعوا السقلات ومتعلقين في سقالة أو في وينش أو كده ما ينفعش الكلام ده أفحصه بالعينة ده لابد أنه أنا أفحصه 100% زجاجات الأدوية مثلا تمام رغم أن زجاجات الأدوية دي هتقابلني مشكلة فيها لما هفحص 100% برضو تمام كده طيب السؤال اللي بعد كده بيقول إيه ده خاص بالفحص الكلي اللي هو 100% ما هي مميزات وعيوب الفحص الكلي أو الفحص بنسبة 100% هنا عندي المميزات بيقولي يؤدي إلى فرز كامل للمنتجات السليمة والمعيبة ودي حاجة كويسة قوي أن أنا هفحص كل المنتجات لكن يعني الحاجة الميزة التانية يكون ضروري عند فحص المنتجات التي تتعلق بنواحي الأمان والسلامة زي ما قلنا في حاجات ما ينفعش أن أنا أبص عليها بنسبة لا ده لازم تطفحص كل كبيرة وصغيرة فيها تمام طيب عيوبه إيه بقى هنا بقى بيقولي تكلفته عالية بسبب فحص كل قطعة يعني ليه تكلفته عالية أنا بحتاج عمالة كتير علشان تخلص لي موضوع الفحص بسرعة لأنه أنت بتفحص الطلبية بالكامل فمش هيقعد واحد بس يفحص العيب التاني أو المشكلة التانية فيه يصاب عامل الفحص بالملل بسبب كسرة الكمية الموضوعات فحصها يعني بيحس العامل أنه دخل في مرحلة ملل كده من الشغل وعملية الفحص فبيبدأ ممكن أجزاء تفلت منه يبدأ يعني يمشي الدنيا فالمهم ده بيبقى إيه عيب في عملية الفحص الكل تمام طيب الحافز الجزء أو الباب الخاص بيه الحوافز عرف الحافز وما هي أهميته الحافز ده هي عبارة عن أو هو المقابل المادي الذي يحصل عليه العامل نظير المجهود الزائد الذي يبذله العامل وينتج عنه انتاجا يفوق الانتاج النمطي بحيث يتحقق ذلك أثناء يعني ساعات العمل الرسمية ويكون كمان أنه مطابق للمواصفات يعني هنا الحافز أنا بعمل الحافز هو عبارة عن مقابل مادي بيحصل عليه العامل مقابل أنه هو عمل أو أنتج كمية انتاج غير زيادة عن الانتاج النمطي يعني هو بينتج 300 قطعة في اليوم لا هو طلع لي 600 قطعة 700 قطعة أفل ألف قطعة فيستهل الحافز بشرط الشرط إيه هو أنه يكون داخل ساعات العمل يعني ساعات العمل اليومية 8 ساعات عمل يبقى الانتاج الزيادة ده طلع داخل 8 ساعات طب ما هو ممكن يطلع لي في 8 ساعات يرمي لي انتاج كتير طب الشرط الثاني أنه يكون مطابق للمواصفات معنا مش هاخد منك أي شغل ودي لك فلوس حافز كمان ده لابد أنه يكون مطابق للمواصفات تمام كده طيب تعال نشوف أهمية الحوافز أنا بعمل الحافز ليه نبص مع بعض كده هنلاقي أنه أهمية الحافز الحافز ده بيزود لي أرباح الوحدة الصناعية يبقى رقم واحد زيادة أرباح الوحدة الصناعية رقم اثنين زيادة دخل الأفراد رقم تلاتة تطوير أسليب العمل وتقليل تكلفة الإنتاج تمام كده التخلص من المشاكل التي تعاني منها الوحدة الصناعية مثل التغيب والتأخير عن العمل رقم خمسة جذب الأفراد زوي المهارات العالية للعمل بكفاءة يبقى أنا عملت الحافز وكنت عامل نظام الحافز في المصنع عندي أو في المنشأة الصناعية بتاعتي علشان العامل يشتغل ويديني إنتاج أكتر فبالتالي أرباح المصنع هتزيد وبالتالي أرباحه هو السنوية هتزيد أرباح العامل نفسه يبقى بزود أرباح بزود دخل العامل بعمل عملية جذب للعمالة المهرة اللي برا تمام بخصوص موضوع الحافز هو بيبدأ النقاش بين العمالة وبعضها ده شغال في شركة أو ده شغال في شركة اللي اتنين بنفس المنتج اللي اتنين في نفس المهنة بيقوله بيقوله أنا عندي الحوافز كذا فبيبدأ بعمل عملية جذب للعمالة اللي موجودة عندي طيب لحد كده وبتنتهي حلقتنا تمنياتي ليكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته